ممكن يدخل ست سبع بويضات على قناة فالوب ويتلقحوا وبالتالي يقعدوا بالرحم وبالتالي هاي الستة بتحمل بخمسة وستة وسبعة وأنا شفت أثناء عملي أنا شفت واحدة حامل عندها اطنعشر جنين بطنعشر نبض اطنعشر جنين؟ نعم كيف عديت النبض نعم اطنعشر جنين بطنعشر نبض هذا يمكن حكي 2005-2006 نجح هذا الحمل؟ فقدت كل شيء كلهم اطنعش؟ أبدا ولا واحد فيهم؟ طبعا المنطق هذا يعني حاولنا نعمل لأي شيء ولكن يعني بعد الشهر الرابع كان الرحم عندها كان حامل في التاسع طبعا اطنعشر جنين اطنعشر جنين باطنعشر كان الخيار الطبي يمكن في هاي الحالة انه ازالة الحمل أو لا لا هو ما كانش في مجال الخيار هي حلتها لحالها اجهضت اجهضت كل شيء وهذا هو المنطق هو هذا اللي بيصير يعني دائما طب دكتور احنا عشان ما نزل من الستات احنا حكينا شو هي الحالات اللي بيحتاجوا فيها الاخصاب وقلنا انه بتكون مسكرة عندها القناة ومسكرة عندها الامصال هلأ هيك رح يصوروا يقولوا لا ما هو دكتور بحل ما كملنا خط عليهم من المستمعنا على العكس اذا بدنا نيجي للصح في مجتمعنا هو مناصفة ما بين المرأة والرجل لو بدنا نطلع على الاعداد مناصفة الخط التاني بيجي اللي هو موضوع الرجل موضوع الرجل لما يكون في ضعف عند الرجال وما استجاب لعلاج معين اذا كان بده علاج لان في معظم الاحيان عند الرجال الامور مش سهل الاستجابة للعلاجات يعني الحالات التي يستجيب بها الرجال للعلاجات هي محدودة زي ايش المشاكل الرجال وايش العلاجات اللي بكون عندهم العدد قليل عدد الحيوانات المنوية نعم العدد قليل وعادة هدول بيكون بيتباعها ان الحركة قليلة والاشكال المشوهة عددها نسبتها كبيرة وبالتالي هدول يلجأ لهم الى الاخصاب خارج الجسم بانك ناخد حيوانات منوية عدد معين ونحقن كل حيوان منوي في بويضة بالاضافة لانه بعض الرجال ما عندهم حيوانات منوية بالسائل المنوي فنلجأ الى اخذ الحيوانات المنوية من الخصية لما ناخد حيوانات منوية من الخصية هذا يعني انه ما عندنا حل الا الحقن المجهري يعني لما تاخد حيوانات منوية من الخصية هو فقط انه بدك تعملهم حقن مجهري لانه ما بكون يكون فيهم حركة اول شيء العادد قليل جدا اثنين حركة ما فيها ولو انه قصي منهم تكون حركة بسيطة لكن ليس لديها القدرة على انها تخصب بويضة تدخل وتلقح بويضة عشان هيك احنا بندخلهم عن طريق الحقن المجهري برضو غروب تاني من المرضى اللي هم بسموه العقم الغير مفسر العقم الغير مفسر يعني احنا ما بدنا نستهين فيه هو بجوز مكتوب بالكتب انهم حوالي 15% من المرضى اللي بيعانوا مين هم المرضى اللي يطلق عليهم العقم غير مفسر هدول مجموعة من المرضى اللي السيدة الإباضة عندها ممتازة مثبتة سريريا ومخبريا هدول السيدات معروف انه عندهم القنوات فاتحة معروف انه شكل الرحم والبطانة الرحم طبيعية زائد انه الزوج عنده عدد عنده فحص السائل المنوي جيد وبعد مرور عامين ولم يحدث حمل بنطلق لقب العقم الغير مفسر هلا في كتير من كل الظروف المثالية موجودة طبيعية بالضبط شريطة بانه يكونوا هدول الزوجين عايشين مع بعض خلال السنتين هلا هم لما اختاروا سنتين هي بيزد على اشي علمي لانه احنا بنعرف انه لما الزوجين يقرروا انه حابين يصير عندهم طفل خمسين بالمية منهم بتمع الحمل خلال اول ستة شهور بعدين بيصفي حوالي خمسة وعشرين بالمية في الست شهور البعديها وفي عندنا حوالي عشرة بالمية في السنة التي تليها ولكن اذا مضى عامين بيصفي الخمسة عشر بالمية هدول اللي عندهم كل الشروط موجودة طبعا الشروط خلينا نحكي الشروط الرئيسية اللي احنا بنشوفها من ناحية سريرية ومخبارية ولكن هناك عوامل اخرى عشان هيك احنا سميناه مش بلا سبب زي في بعض الناس بولك انا ما عنديش اشي لا هو عندك اشي انت او زوجتك عندكم اشي بس احنا بنسميه غير مفسر غير مفسر بالفحوصات التي نقوم بها لان احنا الفحوصات اللي بنقوم فيها هي بسميها ركائز فحوصات رئيسية رئيسية وسعرها غير مكلف لانه فيه فحوصات مكلفة جدا ممكن انا احل المشكلة من غير ما اعمل هذه الفحوصات اعطيك امثلة يعني شو ما انا اقوم بغير مفسره مثلا الزوج الزوج عامل فحص سائل منوي العدد ممتاز الحركة ممتازة والبيئة جيدة الاشكال ممتازة الكمية ممتازة كل اشي ممتاز بس هذه ليست شهادة في الواقع على انه كل شي ممتاز ليش لانه الحيوان المنوي هو مش بس رقم هو له وظيفة هل احنا فحصنا الوظيفة الى وظيفة هذا مطلوب منه انه يمشي ان يخترق جدار البويضة ويدخل ويلقح البويضة هل قام بذلك الجواب نعرفش هل في تست الجواب نعم ما هو التست تست سهل بتجيب حيوان منوي مع مخاط وبدك تحط قباله بويضة هلالبويضة انا من امدى اجيبها بدي اخدها من زوجته يعني شو زي كاني زي كاني عملت لهم اطفال انا بيب لاني خرجت وبقدر اشوف انه الحيوان المنوي بدخل في البويضة اذا ما دخلش معانته ليس له عنده القدرة البروسيس اسمه ما عنده يقدر يدخل اذا هنا المشكلة بس هاي ما بقدر اعرف لك اياها من تست فحص السائل المنوي مثال اخر الست منحكي لها انت عندك الاباضة ممتازة كيف منعرف ان الاباضة ممتازة؟ في طريقتين طريقة انه نشوفها على الالترا ساوند تقريبا في منتصف الدورة وتشوف الجريب اللي انت تتوقع انه فيه الاباضة لكن هو في الواقع مش كل ست عندها جريب يعني فيه اباضة فيه بويضة البويضة لا ترى الا تحت الميكروسكوب يعني البويضة اللي بيشوفوه على الجهاز الالترا ساوند او السونار بروحه على العيادات هو في الواقع جريب ملان سائل متوقع ان توجد فيه البويضة لكن هل هذه البويضة سليمة؟ هم الناس بتخيلوا اللي بيشوفوه بالضبط بالضبط فبتقول لك ان شافوا عندي البويضة هل هو شافوا عندها الجريب شافوا عندها الجريب اللي متوقع انه تكون فيه فبتابعوا قياسه ومعروف انه بقياس معين يتوقع ان تكون هذه البويضة اللي بداخله موجودة في هذا الشهر موجودة وناضجة في تلك الفترة لكن ممكن تتفاجع انه فيش بويضة ادي اثبت انه ما يكون مسلا لا هي قليلة قليلة ولكن المفاجآت الاكتر شكل البويضة يعني انت بتحكي للست انه الاباضة عندك ممتازة طيب ممكن انت لما تروح تعتملها اطفال انابيب لانك بتشوف البويضات وبتسحبها ممكن تكتشف انه الجدار مثلا انه النوع السميك جدا وبالتالي لا يستطيع الحيوان منوي انه يخترقوا يخترقوا وبالتالي بدها مساعدة على الحمل عن طريق الحقن المجهري اذا هاي كنا نسميها زمن ايش عقم غير مفسر هاي يفسر هاي كنت فسرتو اعطيك مثال ثالث مع انه هي البويضات صحية وهو الحيوارات لانه احنا التستات التست اللي بنعملها بس شاءة ظروفة التست اللي بنعملهم زي ما حكيت لك يا مشاعة معايلتها على التراصاد مشان تشوف الجريب او انها تعمل فحص لبروجسترون يوم واحد عشرين اثنين وعشرين بالدورة اذا كان دورتها منطرمة فبطلع عالي ولكن هذا ليس قارنتي انه هو ليس مجتمان انه يكون هذا معناته انه هذا في اباضة مثال ثالث احنا بنحكي للست انه عندك القنوات ممتازة هلا هو مضبوط القنوات فاتحة بس الكل بده يعرف انه هي قناة فالوب هي مش مسورة زي مسورة المي فاتح ومسكة هي لها وظيفة هي تتحرك في اهداب جوة اهداب رفيعة جدا 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 هذه الاهداب وظيفتها لما تلتقط البويضة هي هي اللي بتدخل البويضة جوة وهي اللي بتدخل الحيوان المناوي وبعد ما يتلقحه هي اللي بتدخل الجنين او اخي نقول البويضة الملقحة بتدخلها على الرحم اذا كمان في وظيفة لانه هذه المسورة مطلوب منها عمل معين تلتقط البويضة ومن ثم تدخلها اذا كانت هذه الاهداب مثلا فيها التهاب ولا تعمل معناته مرحش الحمل مع انه احنا بنحكي للست انو عندك القنوات فاتحة عشان هيك هدول المرضى تسعين بالمية منهم بعد اربع سنوات اللي عندهم عقم غير مفسر واضح علميا ثابت انو هدول يفضل انو الذهاب الى الاخصاب خارج الجسم لان تسعين بالمية من مشاكل المرضى تسعين بالمشاكل المرضى تحل عن طريق الاخصاب خارج الجسم بنغير ما تعرف المشكلة وبالنهاية المريضة مش بس بدها انك تشخص المريضة بدها نساعدها في انها يكون عندها طفل المريضة طبعا وزوجها يعني الزوجين هم مش كتير بهموا انه حكيلوا هذا مسكر وهذا فاتح عشان هيك احنا نسميها المساعدة على الحمل انت بتساعد على الحمل اكيد مية بالمية يعني في حل هلأ هو في معظم الاحيان الحمد لله في حل ولكن احنا بنعرف يعني لو بدك تيجي للنسبة نسبة النجاح في الاخصاب خارج الجسم هي في احسن الاحوال لا تعدى الاربعين بالمية في احسن الاحوال وطبعا تعتمد على عوامل كثيرة منها عمر الزوجة منها كم فترة الزواج فترة الزواج لها اهمية كبيرة في فرق بين زوجين من زوجين هم تلت اربعة سنوات وهم خمستاشر سنة في فرق في الفرق انه عامل الصدفة يلتغي يعني انت بتسمع كتير مرضى بتقولك بعد تلت اربعة سنين حملة لحالها مزبوطة لا بس هدول نسبتهم انهم تجوزين خمستاشر سنة وحملة لحالها نسبتها اقل بكتير هذه بتوضح كتير سريريا للطبيب انه في معضلة في لابد ان هناك شيء لابد ان هناك شيء لابد ان هناك شيء وعلينا باللجوء الى المساعدة على الحمل يعني يجب ان يفهم الناس انه موضوع عمل الإخصاب خارج الجسم هو ليس علاج هو حل لمشكلة حل لمشكلة آنية حل آني عشان هيك اسمه طرق للمساعدة على الحمل يعني هي مش زي مريض عنده مشكلة بدهم عملوله عملية بتنحل مشكلته لا هلا في مثلا بعض المرضى بيسألونها دكتور انا لو عملت طفل انابيب المرة الجاي لازم اعمل طفل انابيب الجوابة بتعتمد على السبب هلا في كتير احنا بنعرف كتير مرضى عملت اول مرة وانا عندي كتير مرضى عملت اول مرة بعدها جابت ثلاثة واربع على حالها يعني انكرجت ممكن نعم بتصير يمكن تغير تغير هيئة الى مرات بكون في مشكلة معينة صغيرة وحلت من غير منعرفها زي تضيق الانبيب اشي معين حل عند هذه الست وبعدها وبعدها نتلاقي الى سبع ثمان سنوات ما في انجاب عملت اخصاب خارج الجسم انجبت بعدها جابت اربع وخمسة وعندي عدد من المرضى هيك في الواقع حتى بتطلت انفع فيهم الموانع كمان فا ودينكم فتحتوا يعني خلاص سبحان الله وفي عندنا مرضى بالمقابل انه بعملوا اطفال انابيب ما بتزبط الشهر البعدي بتحمل لحالها شهر البعدي لانه بصير في بعض التغيرات الهرمونية بالجسم وبتعطوا انتو كمان ادوية مساعدة على انه يخلي الجسم في بيئة مناسبة للاخصاب طبعا احنا بنحاول ان نقلد الفيزيولوجية يعني احنا ما نقوم به بنحاول ان نقلد قدر الامكان ما يحدث طبيعيا يعني انه بنعطي الستم منشطات بعدين بنسحب البويضات من عندها بنعطيها ادوية اللي بنتوقع اللي فيها استروجين وبروجسترون اللي هم هدول بيرتفعوا في النصف الثاني من الدورة لانه احنا لا تنسى انه هاي الكياس اللي هو كيس خايمسميه الكيس المغذي للحمل احنا سحبنا المي منه فعشان يجب ان نعوضها بادوية معينة بتخدها خلال فترة الارجاع خلال اسبوعين من فترة الارجاع من شان يكون بسموه احنا سبورت يعني داعم لبطانة الرحم وإلا ما بمسك الحمل طيب والله معلومات لا تملي يعني الواحد صار هو يدارك للمستقبل ياخد معلومات مفيدة ان شاء الله يعني ما حدا يحتاجه واللي يحتاجه يكون عارف انه